هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا وارد ابو ظاهر موضوع الحلقة اليوم هو الحديث عن الأمور المادية مع الشريك خلال جلساتي مع الشركة بجلسة كيف أتأكد أنني في العلاقة المناسبة اكتشفت قد في صعوبة عند الشركة أنه يحكوا بالأمور المادية ومن هون أجيت فكرة هاي الحلقة الموضوع أحساس كتير بمجتمعنا وبعدنا حتى بيننا وبين حالنا منلاقي صعوبة أنه نفكر فيه ونحكي عنه ونفهمه ونعرف نتعامل مع الأمور المادية بصورة عامة فله السبب الموضوع رح يكون كمان صعب إذا نحنا عم نحكي مع شخص آخر كيف إذا الشخص هو شريك فرح جرب هالحلقة أعطي أبرز النصايح بس قبل هيك خلوني أخبركم ليش مهم نحكي بهي الأمور أولا بالأمور المادية حتى بيننا وبين حالنا لازم يكون في عنا وعي ومعرفة يعني كتير مهم أعرف أنا كشخص عن قدرتي وعن حاجاتي لأنه ما كن عارفة قديش أنا عم دخل أو قدي عندي قدرة مادية لأصرف وقدي أنا بصرف ممكن يسبب لي على كتير كبير بحياتي وهذا شيء أثر على كل العوامل الأخرى اللي أنا تقطع بيه حياتي اليومية ثانيا تعد الأمور المادية من أبرز المشاكل يلي بتنذكر بالجلسات العلاجية للشركة حسب الدراسات وممكن تكون من أبرز الأسباب لطلاق كمان من بعد الخيانة تالتا إذا بدون الشركان يبنوا حياتهم سوا فالوعي المتبادل عن الأمور المادية بيساهم بأنه هن يقدروا يحققوا أهدافهم وأحلمهم مع بعض ويقدروا يبنوا استقرار مادة سوا نقطة رابعة وأخيرة عن الأهمية هي أنه الموضوع منه بحجم المصاري ومنه بالكمية اللي كل شخص عنده إياها على قدمة هي الإدرة بأنه نحن نقعد ونحكي على كيف بدنا نصرف هاي المصاري أو كيف بدنا نحافظ على هاي المصاري أو على حياتنا مع بعض بالأمور المادية ومن هون رح أحطي بعض النصايح على كيف منقدر نحكي بهيط الموضوع أولاً والكتير مهم بغض النظر عن فترة العلاقة وقدي نحن صار لنا مع بعض الموضوع فينا نفتحه كتير أشخاص بيفكروا أنه نحن ما فينا نحكي بالأمور المادية إلا لما نصير عم نحكي بالزواج هذا الشي مش تقيق نحن منبني ونتعرف على الشيك بكل المراحل اللي نحن منكون فيها معه بكل النقاط وبكل التجارب اللي منقطع فيها من أول ظهرة من أول مشوار من أول لقاء مع الأصدقاء أو مع العائلة بكل هيدولة لازم نكون منعرف عن الشيك ومنعرف عن نظرة الشيك للأمور المادية فاسمحوا لحالكن هيدا أولاً بأنه تحكوا بهي المواضيع بكل فرصة أنتوا بتحسوا أنكم حابين تحكوا فيها مش عيب ومش تابو ومش غلط وما بيعني أنه أنتوا عم تتخطوا حدودكن ولكن تانياً كتير مهم نعرف نختار الوقت والطريقة المناسبة لحتى نحكي عن هالموضوع الوقت المناسب هو الوقت اللي نحنا منكون مش بجدال مش نحنا عم ننمر على حدا أو عم نعلم على حدا أنه أنت هون غلطت أنه أنت هون معرفة تتصرف على قدما أنه نحنا عم نفتح هيدا الحديث لنشوف وجهة نظر الشخص الآخر ما أنا بدي أقوله وين الصح وين الغلط أنا بدي أسمع شو بالنسبة لأله هو مناسب شو بالنسبة لأله هو غير مناسب وكيف هو بيتعامل مع هاي المواقف تحديدا ثالثاً كتير مهم أنه نختار وقت للحديث يكون صحة يعني وقت متل ما كنت عم بقوله يكون شخص رايق يكون شخص قادر يسمعني يكون شخص قادر أنه نحنا نقعد ونناقش وحابب أنه هو يحكي بالموضوع كمان نقطة أخرى هي تقبل الاختلافات الاختلافات مش بس بكمية المصاري يلي موجودة الاختلافات بطريقة التعامل مع المصاري هذا الشي بيجي من تربيتنا بيجي من حياتنا بيجي من مجتمعنا من الجو يلي نحنا عايشين فيه فما فينا نحمل للشريك كل المسؤولية على كيف هو بيتعامل مع الموضوع ممكن يكون هذا الشخص بيتعامل مع الأمور المادية بطريقة مختلفة عننا ويمكن هذا الشي نحنا ما منحبه ولكن ممكن هو عم يعمل هذا الشي لأنه بمجتمعه هيك بمحيطه هيك بيتعامله ومعنده مشكلة أنه يتعلم طرق أخرى إذا كان في حديث سليم بيوصل هاي الأفكار بطريقة صحية ومناسبة فهواني كتير مهم نتقبل الاختلاف وعلى أساسه نحنا نقاري بالموضوع ونحكي فيه نقطة أخرى هو الصراحة والوضوح مثل كل شيء كل أنواع التواصل كتير مهم أنه نحنا نكون أشخاص واضحين وصريحين ما كون أنا عم أقول فكرة أنا مش مقتنع فيها بس لحتى أجذب هالشريك لأنه أنا هيك بحس أنه ممكن يهتم أكتر أبدا نحنا بنحكي بوضوح وبصراحة لحتى يقدر هالحديث بيناتنا يود إلى التوقعات المنطقية بيناتنا ونكون تنيناتنا عارفين على بعض شو اللي بيناسبنا وشو اللي ما بيناسبنا نقطة أخرى هي عدم الحكم على الشريك ما كون أنا عم أرر وحدد وإفهم وحلل على زوئي ليش بعض السلوكات عم بتصير أو ليش بيتعامل مع المصاري بهذه الطريقة مرة في سابية بعثت لي مساج على انتغرام عم بتسألني أنا كيف بعرف إذا هو بخيل أو إذا ظروفه المادية حاليا مش سيمحت له أنه هو يصرف أو يتصرف بالطريقة أية اللي هو بيتمنى أنه يتصرف فيها بالأمور المادية وهنا النقطة هي شعرة كتير صغيرة وبس الشخص اللي مع الشريك بيقدر يحدد يعني قد ما نحن نجرب نحكي ما فينا نعرف بنعرف إذا الشخص عنده هاي المشكلة أو هو لمجرد أنه هلأ يمكن عم بيقطع بفترة صعبة هو بيقى حديثنا هو بيقى أنه نجرب بنفهم هالشخص ليش يتصرف هيك أو كيف بيتصرف هيك برجع على نقطة دايما بكررة لما بحكي عن العلاقات دايما نسأله للشريك عن شو بيرأيوا مناسب وغير مناسب بعيدا عنكن أنتو بل شو بالأفلام بل شو بالمسلسلات بل شو بيسلوك حدا عمله حدكن وشوفوا شو وجهة نظره هل هو بيشوف أنه التبس مثلا أو هيك الإكرامية اللي نحن بنعطيها بالمطعم أو بأي محل آخر هي بعزقة أو هو بيشوف أنه لا هيدا شي كتير أساسي وكتير مهم نحن نحن نكون عم نقدر فيه عمل هالشخص يلي عم بيقدم لنا الأكل مثلا فما ضروري تسألو قلو مباشرة على قدما أنه تفهموا بيسورة عامة شو بالنسبة لقلو الطريقة الأنسب للتعامل مع الأمور المادية بالإضافة لأكيد السلوكيات اللي عم تشوفوها دايما نقطة أخرى مهمة وأساسية بها الحديث هو تركيز على المستقبل إذا أنتم قررين أنكم تكونوا مع بعض الأمور المادية هي أساسية لحتى تقدروا تبنوا هالمستقبل سوا إن كان من بدايتها من سهرة العرس اللي ممكن تعملوها للبيت لحياتكن سوا للأطفال لتربية الأطفال لمدرسة الأطفال لمستقبل هيدول الأطفال لمستقبلكن أنتو لسفركن لمشاويركن للعلاقة اللي أنتو عم تبنوها مع بعض الأمور المادية أساسية ففيكن تحكوا عن هاي المشاريع وهاي المشاريع وهيد الخطط للمستقبل هي تكون الباب اللي بتحكوا فيه عن الأمور المادية بطريقة سليمة وصحية بتسمح لكل واحد يعبر عن وجهة نظره بطريقة واضحة ومريحة أكتر أخيراً وليس آخراً كتير مهم تعرفوا تختاروا النزاعات يعني مش كل شيء بيستاهل أنا رح نعمل قصة من ورا أوقات بيكفي بس أنه نحكي مع هيدا الشخص عن الأمور يلي بتأثر فينا يمكن هو في محلات بيحب يصرف هالمصار بمحل أنا ما أني موافق عليه بس إذا هالشي ما عم بيأثر علي بطريقة سلبية وعادة فيكون عم يعمل هالشي هو وما بيتغير شيء بحياتنا فلي بدأي عمل مشكلة من الموضوع عادة فين يتقبل الموضوع امشي فيه على هالأساس واسمح لها الشخص يعيش التجارب يلي هو بده إياها بالمصاري اللي هو جايبها ولكن نحنا يكون في عنا وعي إنه إذا في أمور عم بتأثر علينا نعرف نحكي فيها ونعرف نتقبلها ونعرف ناقش فيها بطريقة ما تزعج الشخص اللي بوجنا وما تكون سبب لمشكل بيناتنا هلأ شو هي النقاط اللي مهم ننتبه لها لنعتبر إنه ممكن يكون في مشكلة مادية مع هالشخص أو إذا بدكون الراتفلاكس في أكتر من النقطة كتير مهم إنه تركزوا عليها وتتأكدوا إنه فهمينا أو وجوده منه سبب لمشكلة إنه بمعظم الحالات بيكون سبب لمشكلة أول واحدة هي السرية إذا شخص كتير سرية بالموضوع أبداً ما بيقبل يحكي بالموضوع أبداً ما بيوضح شي عشوية ما بنعرف من وين هالمصاري بتجي كمية المصاري مش واضحة مش مفهوم الشخص عن جد شو عم بيشتغل عن جد شو المدخول وغيرها من هاي التفاصيل هيدا علامة بتوضح إنه في شي مش سليم بعلاقة الشخص مع المصاري تانياً الصرف اللي مش مفهوم إذا هالشخص كتير بيصرف مصاري من دون وعي من دون معرفة فهيدا علامة استفهام كتير ما هم نفهم إذا هالشخص على وعي بيه المصروف طبعه هالمصروف بيشبه المدخول يعني هالشخص قادر يعمل بعض السيفينجز أو يحافظ على بعض من هيدول المطاري ورغم هيك يكون عايش ومرتاح هيدا شي أساسي فإذا عم نشوف هالشخص أبداً كل مصرياته عم تنكب على أساس ما فيها طاعة ومش مفيدة فهون احنا منكون عم نقول إنه ممكن يكون في راتفلاق أو في نقطة مهم إنه ننتبه له تالت نقطة هو يكون هالشخص عم يفوت باستثمارات أو عم بيحط مصاري بالإقمار بطريقة مش ويعية مش منطقية أبداً فلما منشوف هيدا الشخص عم بيحط مصاري بمحلات مش ويعية ممكن يخسر مبالغ كتير كبيرة هيدا كمان علامة مهم إنه تنتبهوله رابعاً الشخص يلي بيطنش عن الديون الشخص يلي من بيدفع الديون تبعه الشخص يلي ممكن يكون عم بيروح ويستمتع بحياته هو عليه ديون هيدا إشارة كتير مهمة وكتير أساسية ومنشوفها كتير بمجتمعاتنا يكون شخص متدين من حدا ورغم هيدا الدين يمكن هو عم بيروح بيسافر يمكن عم بيروح يكزدر يمكن كل يوم بمطعم إذا شخص ما عم يتحمل مسؤولية الدين اللي هو عليه هيدا كمان علامة بتدل أنه في عدم وعي أو تعامل مش صحي مع الأمور المادية خامسان الرفض الكل بالحديث عن الموضوع يعني مش بس في سرية مثل ما قلت بالأول بس أي شي مادة بيرفض هالشخص أنه يحكي عنه فما في حديث مادة عم بيصير ما في إدرا أنه نحنا نناقش الفاتورة مثلا كيف نحب مستقبلنا يكون تقريبا نحنا كيف رح تكون حياتنا هل رح يكون المشاركة هل حيكون في شخص عم بيحط أكتر المدخول وشخص تاني يمكن بالبيت أكتر شو هي الاتفاقات اللي نحنا عم نحطها بالأمور المادية ما بيكون فيه أبدا أبدا حديث وأخيرا وليس آخيرا لما منحس أنه في غموض في شي منا واضح ما عم نفهمه يمكن عم نحصل على أجوي بي يمكن عم نقدر نحكي بالموضوع يعني النقاط اللي ذكرتها قبل مش موجودة ولكن رغم كل هيدول فيه غموض على الموضوع يكتحسوا الذنم غبشة مش ظابطة مش واضحة فإذا بتحسوا بأي وقت أنه هالعلاقة فيها غموض بالأمور المادية مهم أنكم تجربوا تفتحوا الموضوع تحكوا فيه أكتر مثل ما ذكرت بالنقاط اللي قبل لحتى تقدروا عن جد ما تخلوا الموضوع المادية يبقى عالق بينتكن لأنه الشأن أمقى بينه هو موضوع أساسي ومهم جدا لحتى نقدر نستمر ويكون فيه علاقة صحية بيننا وبين الشركة اللي معنا أخيرا حلقة أسيرة حبيت فيها أعطي نصايح لأنه كتير عم بسمع تعليقات على كيف نحكي بالأمور المادية مع بعض بتمنى هاي النصايح تساعدكن تقدروا تقعدوا وتحكوا مع هالشخص تتعينوا بأمثلة من الحياة اليومية من أفلامكن من مسلسلاتكن من أحاديث عم بتصير بيجنبكن مع أصدقاء والعيلة لحتى تقدروا تفتحوا هاي المواضيع وتتأكدوا أنه بينكم وبين الشريككم ما في مواضيع واقفة عالقة وما عم تقدروا تحكوا فيها وممكن تكون سبب لخلاف بالمستقبل شكرا كتير لك كليا اللي سمعوني ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انتستجرام لأرسال أسئلتكن فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي